يفكر ان هو يقطع بالثلاث نقاط يفكر ان هو يحسم الدوري بدري يفكر في تسويق لعيبة طيب معلش هكتب في يحسم الدوري بدري دي ما هو انا دلوقتي عايز اوصل لنقطة 77 مزبوط يعني ان البيلمتز لو كسب كل المباريات القادمة هيوصل لنقطة 76 يبقى انا كنادي قالي عايز اوصل لنقطة 77 هل حضرتك مقاني استراتيجية بقى ان انا ادوس عشان اوصل لنقطة 77 ولا العب برضو او اغير مجموعة لعيبة واشوف اللي مطشح يودينها فين التغيير اللي هو مهزش مستوى السريع بمعنى ان انا مجيش ادخل 7-8 لعيبة مرة واحدة مثلا مكنوش تجليون في الملعب اما بعمل روتيشن بحيث ان انا اسيب على الاقل 6-7 تجليون في الملعب يعني المباراة اللي فاتت صهربة حسين الشحاس حمدي فاتحي مروان عطية ياسر شتناوي محمد هاني شوف قلت لك كم كل دول رجلهم في الملعب او موجودينهم اكتر يعني عادي معلول يمكن محمد عبد منعم رايح بيرتاو 3 3 فوص كام 3 فوص 13 13 لعيد هو ده لحاجة تقصده في الاستراتيجية القادمة يعمل راحة جزئية يعني كل مباراة ناس رايح ناس تخش بحيث يحافظ على رتم الاداء يحافظ على النتاج الاجابية بتاعته ويحتم الدورة بتاعه فيه ثمان مطالب منه اكيد مليون في المية لجنة التسويق او لجنة الكورة اكيد طلبة منه فيه بعض اللاعيبة لما يحتم او هو بيحتم الدورة وطلب ان فيه لعيبة برضو اتتسوقها او لازم الناس تشوفها لازم الناس تشوفها صح اه ليه لان انا لما شوف انا مثلا عيني على فلان بس ممكن كنادي خايف بقاله فترة ما بلعبش لكن لما لقيه بقى بيلعب وفيه ايجابية وفيه وفيه لا ده الاختامة كويس صحيح وياما لعبة بالظروف ديها اسلام وراحت اه اه صحيح اللي في التواخر دي واتغير مطارها في الكورة عموما يعني صحيح فطبعا بيبقى عنده كذا كذا نقطة بيلعب عليها او بيشتغل عليها بس بيديهم افجويات يعني الرجل في حساباته كل ذا لكن هو معاك تراحة تيم النادي الاهلي عشان نتكلم بأمانة هو اقوى تيم في افركة حاليا طيب كابتن يوسف خلينا اخذك للمنتخب الاولمبي وتعادل سلبي في امام المنتخب النايجر عندنا المباراة القادمة مباراة صعبة هنتكلم عنها ولكن في مباراة النايجر انت حوالي خمس او ست فرص ضعوا من ابراهيم عادل لوحده الحقيقة محظوظين ومش محظوظين مع ان احنا انت افضل بكتير من النايجر ولكن في النهاية المباراة انت بتعادل السلبي لو لقدر الله لقدر الله المباراة القادمة انت اتغلبت انت برا اه اه يعني مش بنسبة جديرة لسه لما نتيجة النايجر مع اه مع الجابون وانت مع مالي مظبوط وانت مع مالي اه بص هقولك على حاجة هما المباراة المباراة بتاعة النايجر مباراة في طراحة اه هما اللعيبة اه اولا كانوا مش محظوظين اضعوا اكتر من فرصة القائمة والعرضة شائلين كذا واحدة من قسامة فيصل ومن ابراهيم عادل ابراهيم عادل لا يعني فعلا كذا كرة فهمها بيه بس في نفس الوقت اه فيه عارف انت اسلام انت راجل اللي قبت كرة اه فيه لما بانماطش انت بيبقى فيه شراسة كده اه 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 اللي هو ايه حكسب يعني حكسب يعني اه شراسة اه في الكرات العرضية الناس اللي دخلت شراسة في التلت الاخير وانت رايح واحد ضد واحد اه لازم تروح اقوى واتطلع على كرة مضبوطة على رجل الراجل اه اه فيه برضو محمود صبر اه فيه كرة رحلاة في سترن وحطاها بوش رجله وفي الاخر حطبطنا رجله صح طب حطاها يا رب يا رب يا سلام عليك صح صح قالو اه اتفضل يا كبت اتبتلكوا الامور امم اتبتلكوا الاتمام بتاعت المباراة بشكل كبير جدا يعني انا بصراحة تواضع فرقة اه نايجر تواضع جدا لا يعني معندوش اي تكتيك معندوش اي حاجة هدوبك بيتطفش الكرة طويلة صح وعندو الرجل رقم تسعب في ناحية الشمال شوية عندو كرة والباقيين حتى ما يعني حتى الهجمات شعارفين يقفوا يا كبت اه بس لكن المنتخب بتاع النايجر مبارح قصدي منتخب مصر الاوليمبي مبارح مع النايجر ما كانش محظوظ لو محظوظ كانت واحدة منهم اه ده ما يعطيش ان انا بلومه شوية اه كان يجب ان يكون هناك شراسة هجومية اكتر اه خطوصا اللعيب اللي في الترك الهجومي يعني مثل مثلا صفة ساعد مثل لما نزل كان لازم يبقى تأثيره اقوى من كده اه مثلا عندك اه اسامة فيصل اه برضو كان لازم اه برضو في نقطة انا كنت منتظر ان يروح ملاعب عبر رحمن اجويرو وكتير جدا كان بيلاعب عبر رحمن اجويرو ويكسب ويكسبه بيهدف ويكسبه صح حدا على فكرة الموقف ده تحصل مع المحلة ومع المنتخب الاولومبي اكتر من مرة اه اه اتغربت مبارح انه انه ما ما بتاعنش بي يعني لكن طبعا الفرصة خلي بالك كمان الحظ ان انت هتلاعب المنتخب يعتبر الاقوى معانا في المجموعة يعني اه مالي منتخب قوي جد ايو ايو طبعا انا بقولك بس انا بقول ان حتى مع احترامي منتخب مالي او الجابون احنا اقوى لازم نشتغل وانا يعني كنت اعرفت بعض الاحداث اللي حصلت بعض المباراة ان بركات دخل ويعني حياهم ورفع من معنواتهم لان خبرات بركات واقل شيتوس مع طبعا اه مكالي اكيد عندهم خبرات كبيرة جدا فقالوهم خلاص رفاعوا راسكو وانتو مخسرتوش تتعادل هم بطل اللعيبة اتهزت شوية نتيجة ان هم اتعدلوا مع النايجر وبرضو كان هتلاقي التعليمات كلها ان النايجر دي لازم نكتبها ودي بداية اول مباراة في البطولة واسهل ماتش والتاع صحيح صحيح فهم هتطلهم احباط شوية فدخد منه يعني بركات وميكالي ووائل شيتوس التلاثة بازلين مجهود مع العيب عشان يخرجوهم من الحالة دي لكن اعتقد ان هو تهلج يعني مش تهل لكن بقول يعني في الكورة كده منتخب المصري لازم يكسب المالي ولازم يكسب الجبور اخينا نكابت تم الاعلان اليوم عن ان هناك مباراة دية لمنتخبنا الوطني الاول ضد منتخب تونس اولا شايف خطوات منتخبنا الوطني الاول ازاي وهذه المباراة والله يا اسلام انا سعيد يعني لما نقول تونس يبقى نقول بدأنا هم صحيح انا ملعبناش لغاية دلوقتي انا اتكلمك بامالي صحيح صحيح النهاردة لما نلعب مع جنوب السوداء يعني بلجيكا بس اه انت راجل لعبت كورة وانا لعبنا يعني مع احترامي طبعا احترم كل المنتخبات في افريقيا نعم لكن ايه يعني النهاردة لما لقيت سنغال بتلعب مع البرازيل وتشتبع اربعة اتنين اربعة اتنين اه فدي يا جماعة احنا لازم نبقى عندنا غيرة شوية قبلها كان برضو استنغال لعبة برضو مباريات ودها قوية لا وجنوب افريقيا لعبة المغرب صحيح المغرب بتلعب مع جنوب افريقيا والمغرب بتلعب معه في الفيفا ديت اللي فات كان بتلعب البرازيل اه العابل ده مظبوط اه الفيفا اللي فات الفيفا ديت اللي فات اه انا نفسي ان احنا نخش في المباريات دي يعني نخش تونس اهو خطوة حلوة تونس منتخب قوي ومنتخب مصاب وفي كاس عالم وكده ابدأ العب مع المنتخبات الكبيرة عشان تبقى كبير وعشان تشوف مستواك على الاقل عشان نبقى ايوة انت لازم تلعب مع المنتخبات الكبيرة هتشوف مستواك وهتعرف العقبتك في المباريات القوية مين هيقدر يوقف معاك ومين لأه وفي نفس الوقت كمان انه هتعمل لك سمعة انت لما تعمل نتيجة نهاتنا السنغات تثبت البرازيل اربعة اتنين دي نتيجة هزة العالم كله فانت عشان تبقى كبير تلعب مع الكبار يعني النفس نلعب مع المستوى الاول مثلا في اوروبا مستوى الاول في امريكا امريكا الجنوبية يعني تاخد مثلا ارجنتين تاخد برازيل تاخد المكسيك تاخد المنتخبات التقيلة دي تلعب معها لازم تاخد مبارا بردو في اسيا ممكن اليابان ممكن كوريا الجنوبية حاجة من المنتخبات المصنفة مستوى اول نقوم نفتفدنا ثنيا تعرف شغلك عامل ازاي تعرف انت واقف فين العيبة اللي عندك ايه اخبارها وفي نفس الوقت كمان انت بتحط اسم مصر مع منتخلات قوية انا بشكرك جدا يا كابتن مصر على وجودك معانا النجم الكبير كابتن محمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الاهلي وكلام هم جدا فيما يخص النادي الاهلي ومنتخب الولمبي بالمناسبة